موسيقى أعود إلى الدكتور يوسف زيدان لا أقول له يا دكتور يوسف أدانا لله وإياك إلى ماذا تومئ بأننا سرخنا الاسم؟ طيب الآن العالم كله يعلم أن إسرائيل يسمون القدس أرشاليم القدس يقولون ليس كذلك؟ جيروزاليم طيب جيروزاليم أرشاليم أرشاليم ليست لفظة عبرية هذه لفظة عربية طبعا كنعانية هذا اسم كنعاني أو يابوسي حين بنوا هذه المدينة في البداية سموها يابوس كان اسمها يابوس أول اسم لها يابوس متى هذا كان؟ في الألف الرابعة قبل الميلاد وحد يقول يا الله هذه القدس المشرفة عمرها ستة آلاف سنة الآن؟ نعم ستة آلاف سنة تقول ليه ستة آلاف سنة مصيبة هذه عن مشروع الصهيوني لماذا؟ طبعا اليابوسيون إيش هذولا؟ عرب أقحاح من أين أتوا من الجزيرة العربية مباشرة؟ هجرة؟ خط مستقيم من جزيرة العرب إلى إيه؟ هذه البقعة المقدسة؟ أخذوها غلبوا عليها لا ندري هل كانت حتى مسكونة غير مسكونة؟ وأقاموا هذه المدينة المقدسة سموها يابوس القدس سموها يابوس متى سيأتي خليل الأنبياء؟ خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام؟ سيأتي إبراهيم إلى الأرض المقدسة في القرن التاسع عشر قبل الميلاد يعني بعد أكثر من ألفين سنة من إيه؟ من بناء المدينة يعني إبراهيم بناها أسس لها أم طارئ عليها؟ طارئ عليها غريب أو ليس غريبا؟ بنص صفر التكوين وعاش أبراهام غريبا في أرض كنعان غريب عاش غريبا عليه السلام ومات غريبا صفر التكوين يذكر لنا أن سار عليه السلام زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام لما توفها الله عن مئة وسبع وعشرين سنة عن مئة وسبع وعشرين سنة احتار خير الرحمن أين يدفنها؟ لماذا؟ لأنه غريب لا يملك شيئا في هذه الأرض هذه ليست له هو جاء من أورب العراق هناك بلاده هذه ليس له فيها شيء ليس له فيها شبر فماذا يفعل؟ ما لا يفعل؟ الآن طبعا يقول لك لكن في هذا السفر نفسه أن الرب لا إله إلا هو يهواه هو أعطاه وعدا بأن هذه الأرض أرض كنعان طب أرض كنعان ما عروفش هي بلاد فلسطين لا يرجع أقول لك من نهر النيل إلى النهر الكبير نهر الفرات هذه أرض كنعان؟ ما هي التخبيص هذا؟ ما هي التناقضات العجيبة؟ يا أرض كنعان يا البلاد هذه كلها قال لك لا أرض كنعان اللي هي من نهر النيل لا هذه ليس أرض كنعان صارت المهم شغلة الثانية لماذا؟ لن نتكلم الآن عن الصدقية التاريخية لهذه الأسفار وكذا هم يتكلمون على فكرة مئة الكتب ألفها يهود ونصارى في صدقية أسفار التوراة وكذا الشيء عجيب جدا جدا وأين ألفته في أي أزمان وكيف أنها خليط غير متجانس بالمرة ويتناخض مع نفسه في مئات المواضع قصة كبيرة عود إليها هذا ليس من موضوعنا اليوم ليس من موضوعنا ولا من قصدنا لكن إبراهيم عليه السلام غريب طاري لم يعرف أين يدفن سر عليها السلام فتبرع له أهل البلاد الحيثيون الحيثيون تبرعوا له بمكان هو طلب مغارة المكفلة هذه أن يدفن زوجه فيها في نهاية المطاف تم الاتفاق أو وقع الاتفاق على أن يشتري هذا المكان بأربعمائة شاقل الآن يقولون ماذا الشيقل يعني الشيكل هو هذا لفظة ثوراتية يحيون تراثهم ونحن نهزأ من تراثنا ومن ديننا وصلنا نهزأ من كل شيء ما شاء الله على أمة تموت أنا أقول لكم أمة تنسحب من التاريخ أمة تعمل ضد نفسها الآن أمة لم تعد تشعر بذاتها أصلاً هذا الذي يحدث أمة يقتل بعضها بعضاً يذبح بعضها بعضاً يكفر بعضها بعضاً يشكك بعضها في ماذا؟ بعضاً في حقوقها في مقدساتها في كل ما تبقى لها وطبعاً التشكيك وصل إلى الله وإن نبيه القرآن إلى كل شيء لم يعد شيء مقدساً لم يعد شيء سالماً الله المستعان الله المستعان لكل هذا القثاء يا إخواني بأربعمائة شاق الفضة إذن أين الوعد إذن؟ الله أعطاه وعد ليس لذريته إله ولذريته طب بسفر التكوين إبراهيم عاش ومات غريباً ما رأيكم؟ هذا هو ولم يجد مكاناً يدفن فيه زوجته أو أولاده يدفنونه فيه إلا بماذا؟ على سبيل الهدية أو الشراء من أصحاب الأرض الأصليين